ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حال النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله يا رب كده ينول اعجابكم امتبقى كده بصوا يعني هتشوف الفيديو عامل ازاي طبعا انا الهم اللي انا فيه النهاردة ده كان بسبب كندة او والله العزم كندة تمشي في الريسبشن تكتيش في النملة فين بالزبط وتلقع بالسقط وانا اجريه فالنهاردة بقى انا قلت ايه طبعا بقى ايه الكحك والبسكاويت والحبشتكنات اللي كانت عندنا في العيد ديت او فاضل حاجات ببسيطة اوي فكل الحاجات دي بقى يا جماعة اللي جابت لنا يعني ايه النمل وكده فيا احلى ناس في الدنيا كده ما تنسوش اللايك وكومنت الحلو وفعلوا زر الجراز على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد ان نزلوا النهاردة روتين حلو ومشجع كده كالعادة زي ما بقول لكم كده روتين مشجع عايز اقول لكم طالعيني في الفيديو ده والله وعملته كده بالليل كده في الصهرة صهرت وخليت الريسبشن ده حاجة تانية طبعا بعد ما خلصت خالص كالعادة عملتلك جولة كده بسيطة انا غيرت النظام كده فيه شوية حبشتكنات بقى انتوا عارفين اول ما اقوم امسح مكان بحب ان انا ايه اعمل تغيير بسيط كالعادة انتوا خلص بقى اخدتوا علي وعرفتوني فقمت بقى والله انا اتضيقت انا لقيت النمل يا جماعة ملل الريسبشن خالص يعني كل جنب كده الاقي شوية يعني نمل اتحسوا شوية كبشة كده حد رميلي كبشة فقلت بقى لا كفاية بنت يا فوف بقى انا بقالي كم يوم عمال اقول ايه انا هعمل انا هعمل ومكسلة بيني وبينكو يعني عمال اقول الدنيا لسه انضيفة يا رب انا لسه ارتحت من العيد ولا شفت العيد ولا كحكي العيد انا لسه مرتحتش انا لسه مرتحتش والله بس لما فر لما فر خلاص بقى المفرش دوكل انا فرشيها من ساعة العيد معكم يعني قبل الوقفة كده بيومين يعني ممي بقى انا حطت لكم كده مقاطع بسيطة من الفيديو هنا بداية الفيديو معينا اول حاجة بقى عملتها انا قلت هشيل كل المفرش اللي انتوا شايفينها ديات وهنفض الكنب لان يعني الاماكن كده بتاعت الكنب اللي هي ايه يعني جب المساند كده بتاعت الكنب فيه فروالة بسكويت حاجة فيه حاجة بتجيب لي نمل هو فيه حاجة بتجيب لي نمل فانا عايزة اكتشافها في الاخر بقى انا لا يتلكوا ايه مش مش كيحكي بسكويت خالص اشر لب يعني جنب اشر لب اشرية مثلا نوقع منهم غزب عنهم مش عارف ايه جنبها بقى نمل ملزقة الدنيا والنمل فالناس اللي بتقول لي ده حسد يا وفاق ما والله بصي انا بسلمها لله يعني هو انا اللي عندي مش عندي غيري هو مش 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 في دماغي حسد والله ولا حاجة هو انا بيجي علي يا جماعة الصيف ما ادركه يعني انتو عارفين الكلام ده الناس اللي معي من بدري الصيف يجي علي عشان الشقة بتبقى سخنة قوي وهو بيجي كده يعني لو الجو حلو الشقة تمام تلاقي النمل دم الظاهر قوي فلا اول ما الشقة عندي بتسخن قوي بسبب الحر خلاص بيجي من اقل سبب كده بيجي على شوية مية والله بساعات اللي ايه ماشي على الحد استغرب استغرب واقولي ايه ده ازاي اللي هو ازاي فالله المستحيل نهار ده بقى قمت كده عملت روتين حلوة عزا ولكم نفسي ترتاحك جدا انا طبعا بقوتي صوتي شوية كده عشان هتقول لي صوتك غريب ولا حاجة رغم ان انا قفلى الباب علي بس تكوكة بتشم ريحة ان انا قمت من مكانها تقوم تجري فنيمت كنده عشان اعرف اسجلكم الفيديو بتدربكني جدا رغم ان انتو بتحبوا انت عارفين انا كنت بقول لكم ايه بقول لكم مش عارفة عملت مشة بالكل من في الشقة مش عارفة ودي فيه فبقول لكم مطي يا صوتي عشان نايمت كوكة اه وقلت بقى عشان اعرف اسجلكم الفيديو بقيت زنانة قوي وبقيت تتكلم ورايا بصوا بتقيد ورايا كل الكلام او الله العزيز يعني انا زعلت في مرة اه في بس المباشر اخر بس مباشر ده بس انا حذرتها يعني عشان يعني مش كده مش كده كلنا معنا اطفول يعني هموت البيت يعني عشان ترتاحي يا اختي انا بقول لها بس يا بيت واحترمي نفسك قالتلي بس يا بيت فهي مش فهمة انا يا جامعة بفاهمها بس لسه لسه واحدة واحدة فكنت عاملة بس المباشر اخر مرة فقالتلي بس يا بيت زي ما انا ايه قلت لها يعني ورايا الكلام زي البغبغين هي مش في المخة ان هي بتشتمني او بتني او دي اهينا خالص مش ببرر والله العظيم ما هي لو طلعت قلت الادب على دماغي ولو طلعت مربيها برضو على دماغي تمام عشان بس ما حدش فتكر انا ببرر فدخلتلي انتو في كتير قوي منكو فهميني وفهميني ايالي فواخديني الموضوع عادي وكنتو بتتحكوا عادي وبنهزة دي خلتلي بقى واحدة كان بعد ما اللايف اصلا خلص يعني باين عليها تفرجت على اللايف بعد ما خلص فبتقولي ربيها شوية خلي ما يبقاش لسانها طويل كده طب دي طريقة طب ربي لسانك انتي ربي نفسك الاول فعيب تقولي لي ربيها يعني هي عملت ايه للدرجة دي يعني رسا قدامك بنت خطأت الخطيئة اللي يعني ايه ايه شتمتني مثلا هي مش في دماغي عادت ورايا نفس الكل فطبعا حذرتها انا كنت قابل المرة اشوفي الكومنت بتاعها وهي شافت اللايف ايه بعدين فالناس اللي بتدقي على الاطفال ديت انا باستغرب والله يعني اكيد اطفالكم بردك بيطلع بينهم الفاظ كده مش مش في دماغهم لسه بنعلمهم فانتو شايفينوا الكبار عندي الحمد لله متربيين فاكيد هي مش هضطلع يعني غيرهم يعني فلاقيتها بتقول لي ربيها شوية مش عايفها لسانها ايه كده مش فاكرة ولا كتبت كده كومنت سخيف يعني ما رضيتش حذرتها وخلص بتقولها يلا حبيتش يلا لما الرب البت بيطاعيلي المسيطر على بنت بيطاعيلي بيلف وتاعيلي بصوا ما زي ما انتو شايفين انا عمل اشيل المفارش ونفض الانطري وهنا عمل اشيل اللد اللي على الشجر ده لاني هبخوا كده بالمية بخي 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 زي ما انتو عارفين فعشان لقيتوا متطرب كده شوية بعد كده شوف بقى هعمل ايه معي بس عملت كده تنظيفة حلوة وغيرت تغيير كده حلوة هياجبكم ان شاء الله بصوا بقى كده عملت اترقصنا لاني كان فيه فرح في الشارع وزنبليطة تحت واحنا رايحين جايين عاملني سقف وانزغرت معاهم اصلا انا عايز اقول لهم والله لا عازم انتو شجعتوني انا سمعت صوتهم بقى مشغالين اغاني وعلى عاملينه وايه فرح جميل جدا ولايت نفسي تنشط بقى قمت انا قمت كنت في اليوم ده واتصايمة ربنا اتقبل مني ومنكو يا رب فبعد الفطار انا بقى انتخلي كده نص ساعية نصاية بس بلاقي نفسي فوقت وبقيت مئة ايامية مئة ما تاخدوش بالكوكين ده هنا مش معانا كنا مع الاغاني هي مش بترقص بحس انها بتعوم بتقدف فيجع الكلامنا خفيف عليها بصوا صراحينا يا مشواخ ده بالها يا بتفتك النفسها تحت الكاميرا يا كن ده يا بنت اللذينة بتفتك النفسها انها مش بينها لكم يا بنت احترمي نفسك يا بنت هتجب لنا الكلام النهار ده هتجب لنا الكلام ايه الرقصة لازم ترحل الغازية عطرحل انت فكنت اقول لكم ايه اه الموم مش هتجعوني بقى بالصوت العالي واللي هم عاملينه تحت قمت بقى خلاص انا نمت شوية شربت كوباية القهوة بتاعتي وخلاص انا ريحت نص ساعة كده ورحت ايما بقى ايه قلت والله هلاخد الجزء ده كله عايز اقول لكم ان انا دخلت على المطبخ والسلم بصوا لسه بس طبعا ايه خليته فيديو تاني خليته فيديو تاني لان كان هيبقى طويل قوي يعني كان مفيش حاجة نضيفة في الشقة الا القطين يعني هما القطين اللي نضوف تمام اقول لي يا وفاقم هنا الدنيا نضيفة هنا الدنيا نضيفة وكل حاجة ومترتبة بس تلاقي المفارش كانت خلاص كده كفاية عليها وكمان الارضية يعني ماشي ما بتلاقوش عندي منازيل ولا مغزز بالا مرمية ولا الكلام ده بس بي فرولت حاجات بقى من العيال انا اللي ببقى شايفاها بعيدة عن الكاميرا هنا بقى انا قلت اعمل زي ما انت قلتولي وفعلا انا كنت عاملة كده من بدري وكان جميل والله اهو قلت عاملة بقى ازبط الدنيا كده عشان هكنس وامسح وفرش على طوله كنت والله مش عايزة اكنس خالص انا عايزة بس ايه اشطف الارضية دي بالمية بس طالما كنت بتلعب حواليا كده مش عارفة سيطر عليها انها تقعد جوه ولا حاجة انتو عارفين بقى بخاف ان انا ادلق مية ولا حاجة لا قدر ولا يحصل لها حاجة يعني وهي ضعيفة واقعة واحدة بس عالصراميك بيضي الشرع عليها يحصل لها حاجة فقلت لقى يا بيت طيب احسن كده كده الشقة مش بيبهدلة احنا بس ايه بنضف تنظيفة كده على المشي عشان النمل ده طبعا بقى انا بعد ما عملت العملة دي عملا اقول لنفسي انا هبعت اجيب راش للنمل اللي انا كنت بيجيبه معيكم الصيدلية اه شفاكرة اسمه ايه كوميسرين ولا ايه اه مهم انا نسيت ولا هي اسم بس ايه لو رحت قلت له الكلمة اللي انا قلتها دي هيقول لي يعني بتاع الصيدلية بس عامة اخر مرة انا ما كنتش لقيه خالص يعني ما كنتش لقيه نهائي ولا فيه البديل بتاعه ولا اي حية كان دوة كده للجرب كنت بحط منه على مياه وبخففه طحفه طحفه مش عارف حد فيكو قال لي وفق رش بريسول قلتها جرب بس ريحته صعبة اول بريسول يا جماعة ده انا ما برش شوية عشان الدبان ببقى هيجيلي اختناء والله العظيم وصدري يقوم ما يعودش بقى اوحو 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 وبعملة زي عمي شكشك وقطوطة وكل حاجة انت فهميها بقى فمش عارف انا اول مرة عارف ان رش بريسول حلو للنابل اول مرة ما عارفش مين اللي كتاب لي فيكو قبل كده فلا عايز اشوف حاجة كده ما يكونش فيها ريحة ما يكونش فيها روايح خالص عشان انا حساسة قوي يعني وكمان عشان العيال برضه هنا بقى ايه انا قلت خلاص اكنوسكنسة كده وديها تلميع كده بشوية دي طول وحطيت والله مع شوية دي طول يعني حطيت شوية صابون كمان كده قلت بقى الله بيتشفوف استعيذر لكم سبحانك يا رب الواحد نفسي ترتحت يعني كل شوية نشيل ونحطه وما فيش فايدة فيش فايدة فينا لما فر لما فر يلا الحمد لله على كل حالة انا كنت متخيلة ان انا بعد الكحك واكل الكحك في الشقة ديت انا متخيلة ان انا هلاقي النمل وهلاقي النصيبة السودة ديت او والله انا استغرب ابصتي الاقي كل شوية كده بتصوت مثلا في المطبخ او بنشر جواه في البلكونة تجيبني على ملوشي والله العظيم اكتر من مرة انا كده دي سرعتني فيها يا بنتي فيه نام هي بتلاقي ناملايا واحدة تمام بترقع بالسودة اولا اما لو لقيت كلب فشك هتعمل ايه هتخلين اموت همتحر مني فبترقع بالسود بتخليني والله العظيم اه اني موه هيوقف انا مش هيعلمه والله يا بنتي انا من ساعت ما شفتك قطعت الخلف والله انا قطعت الخلف من اللي بتعملي فيه فهي بتشوف ناملايا واحدة فما بالكو بقى ايه انا اجي مشى كده ولا كده الاقي كبشة نامل كبشة والله العظيم سبحانك يا رب تستغرب للمنظر اقوم على طول جريبة الشرشوبة بشوية دي طول وقوم ايه لماهم لاني ما عنديش رش ولا حاجة فالله المستعم بقى انا قلت بعد المسحة دي تحترم نفسي وانزل اجيه برش هشوف كده في البتاع دي فاي بقى عندي ادوات المنظفات ده بيبقى عاملين خلطات بيبقى اللي هو الرش كده هنشوف احنا هنغلب مش هنغلب اللي هو لا يغلبنا طول الصيف والله الممي بقى زي ما انتو شايفين كده انا كناسته وبلمع واحدة واحدة على مهلي على مهلي انا خايفة على بنتي بقى معلش انا طبعا انا ببقى عايزة في الصيف يعني اشطف الارض كل شوية بالمي كده بحشة انا كده اللهي ما عارفة ايه الشبش بالله انا لابسة في رجلي ده انا حاسة ان انا لابسة مراكب في رجلي مركبة ده بتاع الحمام مش عارفة ايه اللي خلاني جبته هنا يعني فلابسة مركبة في رجلي او الله يعني فين البيبش التانية وفيه مش عارفة العلده يعهولي مش شايفة قد ديمة عشان كده خدت الازرق ده حاسة انا بصه ماشي بمركبة في الشق ايه المنظر ده ايه انا اصلا البيبش ده البيبش ده بتاع تامير عشان كده ايه حجم رجالي يعني الله العظيم منظره طحفة النهارة ابيض الفيديو كله مصورة في البيبش بتاع تامير تعجوز ده فإيه ده فاخدناه بقى لو مغزل الحمام يعني فالنهار ده بدور على البيبش بتاعي حيب اضلعه شب شب يعني فما لقتوش انا ملقى روحت حتى ده في رجلي عشان طبعا انا بلبس شراب في الروتينات فهتتبلي مني وانا بامسح وكده والترابة بقى مش هينفع خد ملينا حط هنا هيبه هبه هبه هدل النفس تتقين زي ما انتو شايفين انا خلصت فوق وصبت المروحة كده تهوي ويجيت هنا بقى اللهم صلى على النبي هعمل زي ما عملت فوق يعني اكمس جزء ولمعه كده يعني واحدة واحدة عملت تغيير امور هنا كده حتى قول ايه ما كنتش عملت التغيير ده على العيد قلت النفس يا ست سكوت يا ست سكوت وانت ببطلي اوه احنا يا جماعة بيهمين عيد ولا مش هيد احنا كل شوية بنقوم ننظف يعني الحمد لله اهو هنا بقى كده ايه صوتات جبت جفوف جبت الكنبة الكبيرة هنا هي كانت في الوش عكستها بقى جبتها هنا كده تبقى شكلها جميل اوه في وش البيب يعني واللهم صلى على النبي يا رب هحط مكانها الكنبة الصغيرة وهودي بتاع دوت هناك الكمبيوتر اللي انتو شايفينه اللي انا مطلع عينه ده الكيسة كل شوية تتفتح بسبب انا اول محدش طلع عينيها اللي انا حمل لهم ايه عايزين ايه تاني ست بتنظفهم خلالهم الدنيا فلها شمعة من ورهم في كلام تاني عايز اقول لكم اليوم ده انا صهرت بقى انا صهرت عشاء كلها كلتها اكل والله العظيم يعني لولا الفيديو كان هيتوال جدا انت انت هتخشيلك بقى في الساعة الفيديو بقى ده يعد ساعة لا مش هينفع يبقى مملي بالنسبة لكم فخلصت بقى الفيديو ده وبعد كده ارتحت شوية وغيرت الازيل وروحت ايه مكملة بقيت الشقة طبعا كان لسه هراي المطبخ ايه مش قادر اقول لكم هتشوفه تشوف الفيديو الدين اه ريحت بس شوية كده عشان يعني ارتاح لاني بقول لكم في اليوم ده انا كنت صايمة بس با ربنا ايه اواني وكملت يعني اما القيوة كانت زي الفل فقلت خلاص اكمل بقى اشوف انا طبعا بحب انضف هنا الريسيبشن اخرج على السلم بس ما عملتوهش في الفيديو ده فيديو دلي جاي ان شاء الله بقى معرفش بحب الصالة مع السلم يبقى فل كده شامعة منورة عمي حاجة بقى كل الناس اللي بتوقع تقول لي وفق شجعتيني على السلم وخلتيني احب تنظيف السلم نازم ان نحب كل حاجة في حياتنا احنا قلنا كده تمام تمام اهنا بقى لمية كل لماغزة بقى الترابة اللي تلقيت من الشقة كده وشلتها جبت بقى الجردل والشرشوبة يلا يبقى تيفوف تديها تلمية اهو نشوف اخرتها ايه نشوف اخرتها ايه طبعا زي ما انتو شفت ان ما كنت بقى لمي السجاد معاكم انا عملها نفط فيه يعني انا عملها نفط جزء جزء كده ان لو في حاجة تنزل نسكو طبعا عشان انا عدت اقول لكم ايه انا بفكر اشيل استجاد ويهتقول تلأ خليه شوية بتيفوف خلاص بقى نبقى نخسله غسلة تاني على العيد واحنا ورانا اللي هدت الحلق مكنتش انا اشجعكم يا جماعة من اللي هيشجعكم بص احنا كده في الديئة الخماناشر تمام اللي هي اخت الخمستاشر او احنا في الديئة الخماناشر حط اللايك عشان ملفش وجيلك ونتخاني ونعل صوتنا وجران تسمع خلينا حلوين كده مشي شوف دلسات فيك كتير ها ها تمام معي ولا ايه انا عايز اقول لكم ايالي اسمعوني انا بقول كده ديهم ضحكي يقول لي يا لو انت زي ما بتتكلمي معي نقول طولهم مال يعني انا هبقى بوشين مسلا ولا ايه فيوضي يتحكي يقول لي النفس ايه يعني نفسي يشوف وشك وانت بتعملي كده وانت بتقول الكلمتين دول طولهم من غير ما يشوفوا وشي بيسمع بس الكلمتين دول مبطلوش ضحكة اه يا نه كنت ايه قاعد اقول لي لي علي الكلام ده اما بعود سايس عيالي اهوا عارفيني ان انا هتحول بقى بعديها بقى هتسمعوا الكلام ولا لا والزوم بها يطلع فبيتحكوا لما يسمعوني في الفيديوهات بقول كده اينا بقى ايه اهو بقول لها بص يا كنده انا يعني سايسة الشقة عشانك اهو والله ولا صاروش مية ولا عمل حي كنسته ولمعت بمي خليتها فل بصوا بقى انا اصلا يعني ربنا يهويني انا عايز اتحرك انا كمان عايز اتحرك انا يعني كم كيلو اللي زادوا دول انا لازم نسيحهم ونزلوا هينزلوا يعني هينزلوا ان شاء الله فالحركة بقى الحركة بقى يا جماعة والشغل في البيت وكده هنا بقى اللهم صلى على النبي يا رب جبت السجادة التانية كنت شاينة بقى في القوضة شلتهم في قوضة النوم لما نفتهم قلت بايدهم خالص كده لحد ايه ما نظف الدنيا وبعد كده ارجع اخدهم اهو تمام كده طبعا الناس اللي دخل الجديدة معايا انا مش ناسي ان انا اشكركم على كنام كل حلو فيه كم فيديو كده عدوا يعني مش من فترة طويلة ولا حاجة دخلي ناس جديدة ولقيت كومنتات حلوة جدا جدا عايز اقول لكم ربنا يجبر بخطركم ويخليكم لي يا رب على طول على طول الاقي كل اللي يدخل جديد معايا يقول لي وفاق ما لقيتش في احترامك يا وفاق ما لقيتش في اخلاقك ربنا يخليكم يا رب ربنا يخليكم ما تحرمش منكم كلكو زوء والله العظيم وانتو اللي بت يعني بصوا انتو اللي مشجعيني على الشغل في اليوتيوب ده اليوتيوب ابني المتدايقة ده وقت او والله العظيم فالواحد لو قاعد يبص للمشاهدات زي ما قلت لكم يعود مش هيعمل حاجة بس يلا ناخدها كده ان هي ايه بتشغلنا على اي حاجة وجيب بقى وقت ما تجيبهو خلاص وربنا معينا يمكن في يوم الايام يا ربنا يصلح الحال يا رب المهم بس كده وجودكم في حياتي ده اهم حاجة يعني ربنا يخليكم لي هنا بقى قلت ازبط الكنبة طبعا كنت ايه شديت الكسوة دي فنفطتها نفطتها لاني بصوا الجنب اللي انا بنزل فيها دي كان فيها بقى شوية فروالة وحاجات ولاقي نملة برضو ماشي على الكنبة فعشان كده نفطتها طبفيدة حلوة جيبت بقى مفارش غيرت اللي انا شلتها وقلت بقى بتجي بقى ايه حط مفارش تانية بقى كده ونزبط التزبيت اهو الناس ربطولي وفاق الكسوة الكوريشة دي ايه اخبارها جميلة جدا جدا احسن من على الانطريت تاني هورها لكم ليه على انطريت تاني ديت احسن ليه بقى دي بتاخد وتدي معيك ولو مسلا الكنبة الصغيرة تقدر تتحكم فيها الكوريشة بتاعتها كده يعني بتيجي وتروح معيك زي الايه زي اللكرة كده حلوة بقى في كده لكن التانية وقفة وقفة لأ دي احلى يعني انا جربت دا وده ديت احسن بكتير طبعا عشان كده انا بعمل حافظ عليهم حافظ عليهم دول غليو اصلا انا بيتشيلهم واحطهم في المناسبات يعني لحد ما ربنا ايه يا ربنا يرزق واجيب غيار تاني ان شاء الله هنا بقى ايه نزلت استطاير وابتدي برضو ازبط الكنبة التانية وزي ما قلتلكم كنت شدها كده من النص فمنفضها لاني كانت مليانة حباشتكنيتي يعني العيل قرهوني مش يعني ان انا جيب اللب دا اللب دا في الصيف انا ببقى مش عايزة اجيبه بسببهم او والله العظيم اللباية واحدة وقعت اتنكد نكد السنين بسبب ايه النمل النمل بيتحب يتسلى ولا ايه يلاقي اللباية يجي عليها على طول هنا بقى ايه فرشت الدنيا كده واحدة واحدة وزبطتها اهو بحب بردك اللون بتاع المفارش دا اهو دا كان قماش عادي انا جيبته بالمتر كده وقصيته بس على قدين بس لا تانيت ولا اي حاجة حلو في كده يعني وعملته فرش للايه للانطرين هنا بقى لمعت الشاشة كده اهو كل حاجة بقى واحدة واحدة كده نلمحها والحاجة اللي مش في مكانها اشيلا في مكانها طبعا السلوك اللي انتوا شايفينها بتاعت الشاشة دي يجي بقى الزياد لزبطها ويقولت له بس انا خلص وانت تعالى زبطلي المنظر دا يعني شان بص انا بكره المنظر دا بس هروح فيه منه يعني فهما بيحاولوا يحطوها كده برا الشاشة كده يعني بيتباين برضو وشاقول لكم لا بس يعني مش بيبقى من المنظر دا انا كنت شايلها بس كده عبقى المخلص ونظف وهما يجوا يزبطوا وورايا بقى الحاجات الكهرباء دي هنا بقى زبطت كده خلاص الترابيزة ديت انا حطيتها في النص كده ما بين الكرسيين تحت الشاشة شكلها حلو يعني الشكل النهائي اجيبكم ان شاء الله احنا ورانا حاجة غير كل شوية ندير اهو هنا بقى اللد اللي محيرني دا انا قلت احطه فين تحت خالص كده اهي في القصرية اللي هي بتاعت الزرع ديت زي بتاعي الكافيهات كده اهو اجيب بقى ايه آآ نسكة فيه لا ما ليش في النسكة فيه هنا كوبية قهوة كده ولا فنجال واي قعدة ترزع جنب الشجرة ديت واي افتكر الايام اللي ما اعلم بها لربنا احنا بنواجش مع نفسنا اللي ما افتكر ايام وحشة واي قعد بقى كده في الهدوء ده بصوا خليت الاضابة بتاعتها عاملة كده امر كل حاجة سقف لها كل حاجة حلوة سقف لها وظهرت لها وكده فرفوشة ونعنوشة بصوا بقى المكان فوق بقى بالمنظر الامر ده خلوس كده خليناه زي الفل طبعا انت حلو بقى ايه زبط الدنيا برضو تحت كده عشان آآ يبقى خلصنا الريسيبشن كل والله العظيمة عايز اقول لكم ارتحت او والله العظيم بصوا هنا بقول لكم انا قفلة الاضاءة اللي ادي ده بخلي برضو الدنيا حلوة كده وامر جيت هنا كده بصوا انا بحب بحط الكنبة دية في قش الباب كده ما عرفش بحس شكلها جميل عشان كبيرة آآ بتبقى امورة يعني يختي اعمر يختي بصوا بقى هو ده اللي انا بقول لكم علي اللي هو الطاقم بتاع الامطري دوات الكسوة دي الكسوة دي ماشي شكلها فيه ناس تقول لي شكلها حلو فيه ناس بتقول عليها مش حلو ما علينا سبقوا بقى من الشكل النوع بتاعها ما بياخدش ويد زي اللي هي الكريشة التانية فده بالنسبة لي مو تايم يعني ده ما بعرفش ان انا نركبه للكنبة برغم ان انا كنت جايبال الكنبة لو تفتكروا من فيهش خالص على الكنبة فجي على الامطري عشان اصغر من الكنبة شوية ملموم يعني عن الكنبة لكن الكريشة تيجي على الامطري وبتيجي على الكنبة وحلوة بتاخد وتدي معيك يعني ده الحلو فيها ايه هنا بقى فردت السطرة ديت ورجعت وقلت تاني ايه لقى الجو حر طب ما ايه لما بسيطة كده اهو قلت لماها كده ايه كده شكلها كده امر برضه اختي 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 حطي اللايك حطي اللايك عشان استطرار شكلها حينا يلا نسي حطي اللايك حطي اللايك عشان ما لفش واجه لكم انا تعبت بالفيديو ده صارت كده وقلت اعمل فيديو بقى معيكو ويشجعكو وينشطكو كده ويه ربنا يقويني ويقويكو يا رب اهو لما اعتبقى البتاعة ديت اهو خليتها جنب البيب عشان اه بتشغل عليها كرؤون كده ويجيت هنا لمعت البتاعة اللي انا بحطي فيها البخور ديت اهو جبت عوض البخور قعدت تتخنق معا شوية البخور اللي هو التخين ده ما مش بيدخل في البتاعة دي وبيقف بيتعبني يعني بس بسيء في الاخر بشغله يعني ما هو يانا لهو وانا عنادية جدا عنادية اهو يانا يا انت هنا بقى ايه اجا شغل البخور كده كنت اتقول لي يا ماما عايزة اهوف يا ماما عايزة اهوف فقول لها ده البخور التخين ده بياخد وقت عبال ما يولع بيتفل واحده فيش فايدة تقعد تعيط فيش فايدة مش عرفها ربي مش عرفها على رايم طبعا مش عارفها ربي بيت المفاوصة دي جابت لنا الكلام شفتو شفتو يا اخوتي عجبكو جابت لنا الكلام وهي احتمال بنتها بتتدلع عليها وكده برضو بس هم لازم ان يعملوا علينا اسادزة هنعمل ايه طيب هنعمل ايه شغلنا متعبة صحيح جبت بقى الشجرة دي انا معرفش الشجرة دي بتلم تراب بطريقة والله العظيم بدأت ان انا يعني ازهق منها معرفش تلم تراب بطريقة مش طبيعية اوه والله العظيم خليتها بقى جنب الباب كده وقلت تغيير برضا عشان اللي يخش يشم فيها وهو دخل يفتكرها كده طبيعي ولا حاجة شجرة طبيعي فقلت برضا هحط اللد كده تحت اوه سكوت عشان انا هنسى نفسي واعلصوتي وكوكة هتصحى والفيديو مش هيكمل انما بتقوم من النوم وليعوزوا بالله زي خلقة امها بالضبط هم اللي اتنين خلقة واحدة انا بقوم من النوم مش طريقة نفسي ولا عايز اتكلم هي بتقوم من النوم واي 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 اكلناها لسه مولودة اوه الله تفضل تعايد تقوليني ليه يقولكو انا عارفة مش عارفة طبعي اختي اهو خلينا ايه رأيكم بها في منظر الصالة كده انا حطيت الكمبيوتر كده وحطيت قدامه بوف كده كده فين وفين لما محد اصلا فيهم بيوضع الكمبيوتر محدش بيقعد اللي فين وفين فخليتو كده شكله جميل والصالة كده بقت تحس تديتني وسع اكتر يعني هنا بقى وريكو بكده نهاية الفيديو كده ونهاية ممتعة ان شاء الله ونهاية عجبكو كده ان شاء الله خليت الريسيبشن امر 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 ايه رأيكم في الجميل هفتح نفسكو دلوقتي اللي مش منظفة شاقتها ومنظفة شاقتك عشان ما ينفعش الكلام ده انتش عايز الناس تتكلم علينا خلاص على كده بصوا هنا بعد ما قفلت بقى الاضاءة الجمدة شغلت الاضاءة البسيطة بصوا المنظر جميل ازاي قالوكم مع معالفة سلامة واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد